مدينة الكرام في شأن الأمني الآن الأمن الوطني تمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص في قضية تهريب 1.560.290 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من اختلف الأنواع والأحجام الأمن الوطني إذن الألعاب النارية والمفرقعات تم ضبطها على مستوى مستودعين بهراوة دائرة ترويبة وولاد فايت بدائرة تشراقة تقارب قيمتها السوقية الأربعين مليار سنتيم كانت موجهة للمتاجرة بمناسبة المولد النبوي الشريف العملية مكنت من ضبط واسترجاع 273.290 وحدة من الشماريخ المعروفة في العمية بالبوق وما يزيد عن المليون وحدة من المفرقعات من اختلف الأنواع والأحجام ترجمة نانسي قنقر